مافيا المقاولين السياسيين واللي قد جيب توتسويت شوفيان 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 مافيا المقاولين السياسيين 23 أكتوبر مفروض يكون فرحة وذكرى وعادة استعراض أحداث هامة واعتبار بما أنه انتخابات المال التأسيسي اللي اعطاء الكونستوشيون الدستور الجديد تمت نهار 23 أكتوبر 2011 وبتبيعته أي مجر تأسيسي يعطي الدستور أما الحدث ماهوش حي في الذاكرة الجماعية ويقول القيل علاش صحيح عنا دستور 2014 اللي رغم هناتو يعتبر من أفضل الدستور على الأقل في العالم العربي والإسلامي اليوم أما زاد ما يزمش الشجرة تحجب الغابة لأنه من المسائب اللي نعيشوها اليوم النظام السياسي اللي جابيه دستور 27 جنفى 2014 أولا وقبل كل شيء قدت دستور ثلاثة رئاسات في نظام شبه برلماني تتغى عليه التوازنات الكارثية والنظام السياسي البرلماني في حد ذاته ماهوش خايب والتجارب العالمية لا إذا تعد أحسن مثال على هذا على غرار النظام البرلماني الألماني على سبيل الذكر للحصل أما احنا اخترنا قطع الصيغة من السبعين نوع من نظام البرلماني الموجودة في العالم وعبر التاريخ وزيد بزيادة أقل دستور 2014 ثلاثة رئاسات مستقلة من بعضها وحد من صلاحيات الرئيسة الجمهورية لكن هو الوحيد Sanis من كفت الشعب التونسي في دائرة انتخابية وحيدة على عكس رئيس الحكومة اللي عنده أكبر الصلاحيات في البلاد ويخولها له الدستور أما هو مهوش منتخب ويزدلع البرلمان بدوره بوظيفة رقبية أما ما هي في أخر الموطف إلا اسمية اسم بلا رسم في الحقيقة النظام البرلماني أو شبه البرلماني التونسي يتطبق على النظام الاجتماعية الطائفية بما تطلب من محاسسات ومقطعات أما في تونس اليوم أسس النظام للأقطاع السياسي ووليت كل سلطة مغلطة على ذاتها بل وسهل هذا الدستور النزع القديمة لعند العرب والمسلمين لاعتماد العقيدة والقبيلة والغنيمة كحجر زاوية لنظامهم السياسي وهذا كعليش رغم اعتماد الحياة السياسية على الأحزاب وولت الأحزاب في نظرة أغلب التونسة عنوان الفشل في إدارة الشأن العام والتكلب على المناسب والاستأثار بالدولة وتقسيمها بين الخاوة والفجر وتبديل المصحة العامة قدام المصالح الضيقة الحزبية والفئوية وتكريس خيبة الدولة في بلاسة خيبة الدولة وفشل التنمية وتأزم لوضاع الاقتصادية والاشتماعية وجسد هذا في العزوف عن الحياة السياسية ومواقع تاعة الانتخابات وغيرهم الظواهر اللي خليت الباب مفتوح أمام المافيات والذكاكين ومتع المقاولين السياسيين والثورة اللي صنعوها الأحرار تحت فشكرة الأوغاد ومالي الدمار وصل صاحبك استغنيشي أما تبيعها هي هي واللي بوله بالملمة مايموت كان بيستل